السلام عليكم. اليوم جيت باش نتكلم لكم على مدينة السبيت او لمدينة تطم الليل او لا يمصلش بينها وبين الدار البيضاء الا لوطوروت وهي محسوبة على مدينة الدار البيضاء الكبرى. واذا في هاد الفيديو غادي نهضر لكم على اه السكن في السبيت على اه يعني الشوارع ديالها على الدراسة فيها على الوش فيها فرص ديال العمل وش فيها اه فرص ديال استثمار ولا يعني اه جميع هاد الشي غادي نهضروا عليه اه في هاد الفيديو واذا اه على بركة اللي. السبيت هي مدينة جديدة والصراحة انا يا من تجربتي اه شخصية وانو في خمسة وتسعين تستو وتسعين الناس ركنو كيبشو السبيت كياخدو اه جوش لي هيكتاغ هكا هيكتاغ خدو الناس الاراضي خدوهم زعمار خاص بزاف انا شحامل المراك فاش زعم ما كانو اه كتكلقا هكا دي زانانس في الجوغنال وكانو حتى الناس كيداولو هاد المسألة ديال ان هو اللي بغيش ريف سبيت هادك الساعة السبيت مازال خاوي ما فيش اه قليل كن هدوك المحلات شوالي في الطريق وزعم ما ما فيش بزاف السكان ودك شي كان خاوي هادك الساعة والمهم اه ده بارها كبر ومازال كي تزيد كبار لان فيها بزاف المشاريع جديدة وحتى انه احنا غنديرو جولة لكن في سبيت لكن غير جيها اليمنى باقي جيها اليوسرة لشي فيديو اخر ان شاء الله وندير بكم جولة اه دبا في الجيها اليمنى الى جينا نشوفو مقارنة مع الجيها اللي الاخرى اللي من جهة السوق هاد جيها شي شوية فيها اه فيها المباني اه هكا اغ بلس دو ما فيش بزاف السكان الاقتصادي وقي لكن غير شي واحد واللي كان وجه خارج خارج المدينة شي شوية غادي نشوفوه في نهاية الفيديو غادي نشتلكم هادك الجيها اللي فيها هادك السكان الاقتصادي واللي اسميتو اه جنان لي اسمين وهو السكان الاقتصادي الوحيد اللي كان في هاد الجيها اه اليمنى عاد ياسبيت وحنا جايين من طربي ده طبعا. اه وغادي نوصلو لي وغادي نلتاكم حتى هو اه معلومة ليه اه وفيها اكتر يا هاد لي اغ بلس دو اغ بلس دو اغ بلس دو اغ بلس اغ بلس كات اغ بلس اغ بلس اغ بلس ولكن اه كي يبني و كيبيع الشوقاق بحال كاية زمان ما كنش بحال هاد شي اللي كتشوفوه دابا اه هين مخفيه اولى في الاحياء الاخرى اه والحاجات اللي بغيت نقول لكم على مدين سبيت هو انه اه نس سبيت ناس اه شوية دخلين سوقراسهم ما كنش اه صافي هارب من المدينة وهارب من الضجج ديالها كيجيوا هنا يا كيكونوا مكالمين وهذا يعني داخلين سوق راسهم الشي اللي نقدر نقول لو حتى انه وحد الحاجة اخرى لحسب الناس اللي يزعم مع عائلة اللي ساكنين تموا هذا الاكثريات طبعا اللي غالب ولا اللي غالب للسبيت هو انه اكثر يستاكنين تقريبا اكثر يشلوح هذا شي نقدر نقول لكم لحسب بيونسوق انا كديل تجربة المعاشة انا مكندوش لكم عن الاستاتيستيك والمهم كين كيتميز كيتميز هاد مدينة السبت بسوق ديالها سوق كبير كيعمر بالساف جميع المواد اللي بغيتي وجميع دكش اللي بغيتي صح حقيقة حيدو منو الدبائح ولكن راه بقي بقي زعم سوق كبير كيجيوا لناس برا كيعرضو في المنتجات ديالهم اولا هنا والقديم معروف بانه تيتبع في دكشي القديم وجديد وكل شي او ثاني حاجة اخرى على مدينة السبت وانه مدينة نقية ما فيهاش كترطة الازبال ما فيهاش ما فيهاش يعني بحل بحل شي احياء اللي كين في الضرب هنا يا اكتر يا كتلقا يعني دينا نقية وكيف ما كتشوفو رحنا كندورو كنشوفو بان الشوارع ديالها مميز باش كتميزيها بالشوارع واسعين كيف ما كتشوفو طرقان عندها دو فاكيدي ودو فاكيجيبو ما كنش كتيضاد اللهم ما في الدخلة ديالها مدينة سبت فيها الامن الامن موجود فيها بالسف يعني يعني الامن موجود يعني حاجة اللي نقدر نقول لكم هو انه من غير السوق دي السبت اللي تكون في الخضراء رخيصة وكيكون فيها يعني السلاع كالتعرض رخيصة ففي المحلات وفي يعني في الاسواق خلال فصل اسبوع رتلقوا شوية الخضرات التامن ديالها شوية غالي فقبل ما نستمروا في الحديث هنا على اللي صر ديالنا كينا واحد البق على البيع انا غادي نحط لكم الهاتف ديالها اه بالنسبة للمدارس موجود المدارس حرة بزاف كينا كالي تايب حال ماري دو فخونس ولا بحال هاد المدرسة اللي كنشوفوها بالالوان وهي مدرس المخفي اه بالنسبة لبتيتاكسي كاين في السبيت بتيتاكسي تقريبا مويمة لحد لعلم ديالي سبعة دراهم يدك في اي بلاصة بغيتي في السبت اه وحنا كنهضرو على المدارس الحرة ما فيها بس نقول لكم بانه يعني كان مدارس شوية التمن ديالهم يعني طالع يعني مقارنة مع زعمات قولة رهب الركازة غيكونوا 8 حافظين لا بالعكس بالنسبة للمساجد موجودين بزاف سبيت ودوك حافظ القرآن جمعيات وهكا بالنسبة للعقار في سبيت وحنا غادي نشوفو العقار في سبيت شي شوية طالع يعني هالجهة اليمنى الجهة اليسرهية اللي فيها السكن الاقتصادي ولكن هالجهة اللي احنا فيها دابة شوية العقار طالع وحسب ما كيتداول من أخبار في سبيت هو أن ديالنسخ داول بقعش حال هدي ومتافقين شدين تمان يعني تمال أرض شوية طالع رهنا فين كينا هديك البقع اللي دويت لكم عليها واللي في أغ بلس سينك رهي هادي اللي كنشوفوها دابة ليمنى اللي بغا رايت تصل بالرقم رح حطيته لكم قبل وحتى انه الكرا فيها شوية طالع تمال الكرا حتى ليسال دو سبور كينين بشي بزاف كانش واحدو لجوجو مالي كينين ليسال دو سبور هنا في هاد الجهة على اليمن حاجة أخرى اللي بغيت نشير لها هو أنها مدينة سبيترا في هدي باتيسري هديك باتيسري الناخيل هم خبزات آخرين زعمة دو لكس داك شي اللي كعرضوهم زيان بزاف صراحة نقولها انا دا بغا دين نتاقل بكم مدينة الدربي دا وبالضبط بالضبط في الحي الصناعي ديا سيدي عثمان باش نمن هنا غا دين مشوا وندخلو لسبيت باش نشوفوا الطريق اللي كتفصل ما بين الدربي دا والموهم وحنا غا دين من هاد الحي الصناعي غا دين حط لكم واحد الهواتف ديا لهم بنسبة للناس اللي بغني ديروا دي سوسيتي را كيف ما كتشوفو دي تليفون وكل شي كان هنا في هاد الحي الصناعي ما عرفش فين كان البقع بالضبط ولكن غا تكون قريبا لهنا واذا انا غا دين سرع الفيديو باش في ساعة نوصلوا الاسبيت وهدي يترك اللي كتربط ما بين الحي الصناعي دي الدربي دا وهذا هو التشاروك هدي اللي يصر دينا هو حي الصافة وحي الفضل وحنا دا بفتركنا السبيت اه احنا غا دي دا بقدامنا لوتوروت هاي خرجة لوتوروت دي المراكش ودي الرباط وهنا مباشرة غا دي نلقا وعلي من دينا العمالة دي السبيت اه ولا هي هادي من بعد هادي الدخلاء دي السبيت والدول الحمر اللي دائما في اقتضاد وهدو مشواري السبيت احنا دا بادخلنا لها باش نكملوا الكلام دينا على مدينة تيط من الليل او لا مدينة السبيت مهم الحاجة اللي نقدر نقول لكم على مدينة السبيت هو واحد الحاجة مهم ما بغيت نقول لكم ولو انه معرفت شعير من خلال تجربة مشي يعني مشي مؤكدة ولا علميا ولا شي حاجة بحركة وانه يعني كين الناس اللي بشو هربوا السبيت على اساس انهم زعمارة جاو صحي وادا لا جاو دي لطار بداولي كين بسبيت باش نكونوا واضحين يعني لا يلا كنتي تهرب من الحساسية وتبشي زعمال السبيت على اساس انك تولي لبس لا اظن يعني ربح الكاز ضبح السبيت هذه بين قوسين كان خصنين حطا بما انني كان حاول انني دائما نصار حكم ونقول لكم اي حاجة عرفها والمهم بالنسبة للناس اللي بعادة لها دمدينة تيتمالليل او دمدينة السبيت انا حاولت نعطيكم جميع المعلومات وحاولت انني نوريكم تقريبا اغلب الشوارع اغلب الاحياء اللي كينين فيها نتمنى نكون عند حسن ظنكم راه ما زال الفيديو مكمل وما زال تشوفوا شوارع اخرى وفي اخر فيديو كما قلت لكم كين هدك السكن الاقتصادي واللي سبق وتكلمت لكم عليه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة